مساء الخير وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قناتكم القناة الطبية المتنوعة معاكم دكتورة إريني أبادير أخصائي طب وجراحة الفم والأسنين والنهاردة هكلمكم عن الخطوات اللي بتتعمل في العيادة علشان نعمل طربوش للأسنين أو للدروس أو جسر أو كبه للأسنين أولا بعتذر لأن في ناس كتير بيقولوا لي ما بتطلعيش لايف للفترة دية وعايزين تطلعي لايف وبنفهم أكتر أنا بعتذر معلش الفترة دي بقى لي فترة فعلا ما تلعتش لايف إن شاء الله أوعدكم إن أنا هطلع لايف قريب نرجع لموضوعنا التركيبات السابتة أو الكبري والطربوش خطواته في العيادة هي هيها الفرق بين التربوش والكبري التربوش بيتركب لسنة واحدة أو لدرس واحد بيتغطى أما الكبري زي الكبري بيبقى في حاجة شايلة يمين وحاجة شايلة شمال وفي النص الدرس المفقود يعني التربوش بيتركب على درس أو سنة موجودين ولكن في حالة تحتاج لتربوش فبيتبرد وبيتزبط ويتركب له التربوش أما الجسر أو الكبري بيعوض فقدان سنة أو درس أو أكتر وبيتشال على سنة سليمة من هنا وسنة سليمة من هنا أو درسين بالنسبة للخطوات هي هي الخطوات زي ما قلتلكم هبدأها خطوة خطوة الأول بيبقى المريض داخل العيادة بياخد بنج لأن البرد بيبقى لو العصب موجود في السنة أو السنة مش متشال لها العصب ومش معمول لها علاج عصب بتبقى فيه إحساس مؤلم فطبعا سواء التربوش أو الكبري بناخد إبر بنج وبعديها بيبتدي طبيب الأسنان يبرد لو تربوش هيبرد زي ما قلتلكم السنة أو الدرس المراد التركيب التربوش عليه بيبرد يعني باختصار بيبرد السطح من فوقه بيبرد دايما يدور الدرس بطريقة معينة وبشكل معين علشان يستقبل التربوش وما يبقاش التربوش بارز لأن لما حطه على الدرس هيبقى بارز عن باقي الأسنان فطبعا أنا ببرد منه شوية من الأسنان أو من الدروس علشان تستقبل الماتيريال أو المادة السمك المادة أو التربوش اللي جاي بالنسبة للكبري نفس الكلام باخد البنج وبتجي الطبيب بيبرد قلنا الكبري بيعوض فقدان درس أو سنة أو أكتر يبقى أنا ببرد السنة اليمين والسنة الشمال علشان أحمل عليهم الكبري اللي هيعوض الدرس المفقود فببرد السنة اللي قبل السنة المفقودة وببرد السنة اللي بعد السنة المفقودة علشان هم دول اللي هيعتبروا الاتنين اللي هيحملوا الكبري وببردهم بنفس برضو الطريقة ببرد السطح من فوق وببرده داير ميدور بطريقة معينة طبيب الأسنان طبعا عرفها ولها إياسات معينة وبعد مرحلة البرد بتيجي مرحلة المقاس طبعا مكان البرد بيبقى فيه نزيف شوية في اللاسة طبعا الطبيب بيحاول يوقف الدم قبل ما ياخد مقاساته بيوقف الدم عن طريق مواد معينة بيحطها وعن طريق فتل معينة بتتحط حوالين الدرس وحوالين اللاسة علشان توقف النزيف وتبقى المقاسات بتاعته نظيفة دلوقتي بياخد المقاس سواء للتربوش أو للكبري بياخد مقاس مقاس فوق ومقاس تحت بياخد بعديها زي ووش زي كافر تاني مقاس تاني علشان ياخد التفاصيل والديتيلز أكتر يبقى هياخد مقاس فوق ومقاس تحت وهياخد تاني مادة تانية تفاصيل أكتر هياخد تاني مقاس فوق أسفة مقاس تاني في الجزء اللي بيشتغل فيه بعد كده بيعمل التربوش المؤقت علشان المريض هيروح البيت مش هيستلم طبعا التربوش أو الكبري في ساعتها لأن الكلام ده بيحتاج أن المقاسات دي بتروح المعمل علشان المعمل هو اللي هيعمل التربوش سواء التربوش معدن الماتيريال بتاعته سواء بورسلين سواء بورسلين ومعدن مع بعض كل دوت بيروح المعمل وبيرجع لي فأنا المريض طبعا الأسنين بتبقى حساسة مطرح البرد وبيبقى فيه حساسية للسائع والسخن والعض وفيبقى فيه قلم شوية فالمريض بيلبس تربوش مؤقت أو كبري مؤقت ده الطبيب بيعمله عنده في العيادة وبيلبسه للعيان بلزق مؤقت قبل ما بيمشي من عنده في العيادة ويتطمن إنه لازق كويس المريض بيروح البيت عادي والطبيب بيديله معاد مع التنسيق مع المعمل وبيرجع تاني مرة المريض يستلم التربوش أو الكبري بتاعه وبيعمل تشيك مع الدكتور إذا كان فيه حاجة عالية بنوطيها إذا كان فيه حاجة خشنة بتتنعم إذا كان فيه مشكلة في العض حاجة عالية كل ده بيتزبط مع طبيب الأسنان في جلسة البروفا أو الجلسة التجربية للتربوش أو للجسر أو للكبري يعني والطبيب الأفضل إنه هو بيلزق التربوش أو الكبري مؤقت على أساس إن المريض يجربه في البيت ويبتدي يشوفه ولما يتطمن تمام والمريض متطمن تمام بيرجع له الجلسة اللي بعدها يحط له اللزق الدائم اللي هو بيسبت التربوش أو بيسبت الجسر بطريقة قوية جدا أنا الخطوات اللي أنا قلتها يا دي الخطوات السليمة الطبيب الأكاديمي اللي ماشي صح بيمشي عليها بالزبط وبخطواتها بالزبط هي دي الخطوات اللي لازم تتعمل وبيبقى فيه بعد كده جلسات متابعة لو فيه أي مشاكل ظهرت أو فيه أي حاجة في التركيب أنا كلمتكم كل دوت كنت بكلمكم عن التركيبات السبتة التربوش والكبري أو الجسر العادي اللي احنا بنعمله في العيادة العادي اللي هو المعظم الناس بيعملوه أما التركيبات السبتة اللي هي بتتسبت في ساعتها اللي هي التركيبات الفورية اللي هو المريض يبقى داخل يطلع بالتربوش الدايم دي قصة تانية أنا هكلمكم عليها لأن بتتعمل بماشين معينة وماكينات معينة وأجهزة معينة جوه العيادة وبيتسلم التربوش أو الجسر بيبقى أغلبيتهم تربيش طبعا بيتسلم تسليم فوري المريض بيدخل وبيطلع بالتربوش الدائم باللزق الدائم بتاعه دي أنا هكلمكم عنها في حلقة تانية وبيبقى ليها تكلفة طبعا أعلى بكتير وبتبقى غالبا مصنوعة من الزركونيام هكلمكم برضو عنها في حلقة تانية أتمنى حلقة النهاردة تكون فادتكم وأكون كلمتكم باختصار عن الخطوات التركيبات السابتة في العيادة عشان لما حد يبقى رايح يبقى عارف هو إيه اللي هيحصل خطوات اللي هتحصل في العيادة ولو أي حد عنده أي استفسار بخصوص التركيبات السابتة سواء التربوش أو الكوبري يكتب لي في التعليقات وأنا برد على كل تعليقاتكم واستفساراتكم سواء في مجال الفيديو أو في موضوع الفيديو أو في أي موضوع تاني خص الأسنان أو غير الأسنان برد على كل التعليقات اقتراحتكم تهمني جدا للحلقات اللي جاية لو أي حد عنده أي استفسار أو أي سؤال ومحتاج أعمل عليه حلقة يريت لأن اقتراحتكم بتديني أفكار جديدة وبتديني مواضيع جديدة لحلقات قادمة اللي ما اشتركش في القناة طبعا أتمنى طبعا هو يشترك ويعمل شير وكومنت ولايك وكل الحاجات دي بتزود الدعم لي وبحس أن الفيديوهات بتنتشر بطريقة أسرع والناس بتستفيد أكتر وده بيبسطني وبيسعدني هسيبكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة